اسم الله المؤمن هو الاسم المسؤول على الشعور بالأمان بالنسبة إلى الإنسان ولذلك من أجل تفعيل هذا الاسم داخل النفس يتم ذلك من خلال ثلاث خطوات الخطوة الأولى هي التعلق والخطوة الثانية هي التخلق والخطوة الثالثة هي التحقق في خطوة التعلق تظهر هنا حالة الافتقار إلى هذا الاسم تظهر حالة احتياجك إلى هذا الاسم من خلال هذه المشاعر من الاحتياج إلى هذا الاسم الله يغنيك به وهذا واضح من خلال قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنت بصورة عامة من خلال أظهارك الافتقار إلى الله الله يغنيك وهنا التطبيق يكون من خلال أظهار افتقارك إلى اسم الله المؤمن فالله يعطيك الشعور بالأمان هذا الافتقار أنت تستحضره في أغلب أوقات يومك في كل لحظة من لحظات يومك عندما تريد أن تفاعل هذا الاسم لديك هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من العمل وليس تطبيق لمدة يوم أو يامين أو أسبوع إنما يكون أمر تتخذه كمنهج للحياة بالنسبة له تقوم باستظهار واستحضار حالة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى إلى اسم الله المؤمن في مختلف أوقات حياتك في كل حادث وفي كل ظرف تستذكر وتستحضر هذا الاسم بحيث أنك تنجذب تلاحظ حاله من الانجذاب إلى هذا الاسم وهذا هو نوع من أنواع التوكيدات الذاتية الداخلية وهي كثرة ذكر الاسم واستحضاره في النفس فتحدث حالة الانجذاب هذا الانجذاب هو الذي يتم في هذه الخطوة وهي خطوة التعلق وهنا أيضا تقوم أنت باستذكار أو ذكر لفظ المؤمن اسم الله المؤمن في دعائك اللهم أني أسألك باسمك المؤمن أن تؤمنني أو تجعلني أشعر بالأمان تذكر تكثر من ذكر اسم الله المؤمن وتجعله ورد لك وتذكره مع مشاعر عالية المؤمن 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 أو يا مؤمن آمني يا مؤمن آمني هنا في أي لحظة تختلف فيها مع نفسك أو الظرف يحتاج إلى الشعور بحالة الأمان أو حتى أن تخصص أوقات وفترات معينة إلى ذكر هذا الاسم الأمر الآخر الذي يجعلك متعلقا بهذا الاسم هو أن تذكر بينك وبين نفسك أو تستحضر الأمور التي تحقق الأمان الله هو المؤمن والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب التي تجعلنا نشعر بالأمان وهي من باب أعقلها وتوكل الله جل جلاله كفيل بأن يعطينا الأمان بلا أسباب ولكنه أمرنا أن نأخذه بالأسباب فنحن نطيعه من هذا الباب فيكون نظرنا إلى الله وليس إلى الأسباب نحن هنا نأخذ بالأسباب لنشعر بالأمان هنا تذكر الأمور التي تشعر بالأمان مثلا البيت الذي يؤويك يشعرك بالأمان مثلا الملابس الواقية لرجال الأطفاء هي مصدر للأمان مثلا رجال الشرطة في المدينة هم مصدر للأمان مثلا رجال الجيش الذين يحمون حدود البلد هم مصدر للأمان للبلد والشعب من اعتداء الآخرين مثلا القاضي هو مصدر للأمان لتطبيق القانون وإعطاء الحقوق هنا تلاحظ الأسباب التي تلاحظها أنت ومرتبطة بالشعور بالأمان تذكرها وتستشعر الأمان مثلا حزام الأمان في السيارة أو في الطائرة هو يشعر بالأمان كذلك أمور أخرى مثلا حضن الوالدة هو يشعر بالأمان بالنسبة للطفل أبوك هو مصدر أمانك المال هو مصدر للأمان من الفقر مثلا الماء هو مصدر للأمان من العطش الطعام هو مصدر للأمان من الجوع هنا تستحضر الشيء وارتباطه بالشعور بالأمان وكما ذكرنا هنا لا تلاحظ الشيء إنما تلاحظ علاقة هذا الشيء بالأمان الذي يوفره لك وهكذا أنت أيضا تلاحظ الكثير مثلا من الأمثلة التي تعطي الأمان مثلا النظارات الشمسية الخوذة الواقية الدرع الواقية هكذا الأصحاب الأصدقاء عندما يكون مصدر للشعور بالأمان وهكذا أنت تلاحظ هذه الأمور كذلك مثلا القرآن الكريم تلاحظه كمصدر للأمان من الضلال الكتب والعلم وصورة عامة كأمان من الجهل هنا تستحضر أي شيء يمكن أن يكون فيه معنى للأمان أو أن يعطيك معنى للأمان هنا الغاية هي أن ترفع ذبذبات الشعور بالأمان لديك هنا عندما ترتفع هذه الذبذبات وتكون أنت في مستوى هذه الذبذبات العالية تعيش الأمان وتجذب الأحداث التي تشعرك بالأمان الأمر الآخر قلنا أولا التعلق الثانيا التخلق التخلق هو أن تتصرف أنت كمصدر للأمان أنت تعطي الأمان للآخرين الآخرين هنا هم الكون بصورة عامة العالم المادي من حولك أن تكون مصدرا للأمان وليس مصدرا للتهديد والتخويف كما في تعاملك مع الآخرين تكون مصدرا لشعورهم بالأمان وليس بالتهديد هنا تبدأ من الأمور البسيطة حتى من خلال مشيك على الأرض أو مثلا تعاملك مثلا مع النبات النبات هنا تتعامل وتشعره بالأمان بدل أن تقلع النبات أو تعمل على إطلافه مثلا تسقيه وتستشعر حالة الأمان التي أنت تعطيها له كذلك مع الحيوانات هنا لا تشعرها بالتخويف إنما تشعرها بالأمان وأنت ترسل إليها طاقة الأمان كذلك في تعاملك مع الناس بصورة عامة ومع أهل بيتك خاصة هنا أنت تبث لهم هذه الطاقة وتتصرف معهم التصرفات التي مصدرها أن تشعرهم بالأمان اتجاهك وحتى نفسك أنت شيء ومشاعرك شيء آخر فمثلا عندما أنت أو تشعر بمشاعر الخوف هنا ممكن أن تحتضن نفسك أو تضع يديك على قلبك ثم كأنما تحتضن نفسك وتبث لها طاقة الشعور بالأمان والحب الحب هو الذي يشعر النفس بالأمان هنا أنت ترسل هذه الطاقة طاقة الحب أو الشعور بالأمان إلى نفسك المضطربة أو إلى قلبك وهكذا هذه الأمور أنت تستمر عليها لفترة تستمر عليها إلى أن تلاحظ أن مشاعر الأمان أصبحت هي الطاغية عليك والشعور بالأمن هو الطاقة على حياتك وتذكرك إلى الأمان وسعيك إلى أن تشعر الآخرين بالأمان هو الطاغي عليك هنا ممكن أن تترقى في هذا الأمر فتنتقل تلقائيا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحقق في التحقق تكون أنت الأمان بحيث أن دخولك على مجموعة يشعرهم بالأمان في المراحل السابقة وهي التعلق والتخلق تكون أنت ذات متصفة بالأمان أو بالأمن أو بالشعور بالأمن فالذات شيء وشعور بالأمن هنا شيء مضاف لها أما عندما تكون متحققا تكون أنت الأمان كل شخص يقترب منك أو حتى عندما يأتي ذكرك في أذن الناس يكون الشعور بالأمان هو الذي يظهر في بالهم عندما يذكرك وهذا التحقق وأن تصبح أنت مصدر للأمان يجعلك ترتقي في وعيك ترتقي إلى درجة ممكن أن تصل مع الاستمرار والاستمرار والذي يتطلب يعني استمرار لفترة طويلة وأن يكون هذا الأمر ملك بالنسبة لك قد تصل إلى مستوى وعي السلام ومستوى وعي السلام هو يحتل الرقم الستمية على مقياس هاوكنز وهو مستوى وعي عالي لا ينال من قبل إلا أشخاص قليلين قد تفانوا في بذل الأمان والسلام بالنسبة إلى أنفسهم وبالنسبة للآخرين وهذه الطريقة هي أفضل طريقة لرفع الوعي هي طريقة تستعمل لرفع الوعي فترتفع معها الذبذبات فتكون أنت هنا في وعي خالص من الأمان والسلام الداخلي بالنسبة إلى نفسك والسلام بالنسبة إلى الآخرين وهنا تكون أنت مصدر لجذب كل الأحداث والظروف والأشخاص الذين يشعرونك بالأمان وبالسلام الداخلي إذن هنا نلخص من أجل تفعيل اسم الله المؤمن هناك تعلق وتخلق وتحقق في البداية تستشعر حالة الافتقار إلى هذا الاسم وتكثر من ذكره وتكثر من ملاحظة الأمور التي فيها معنى الأمان ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة التخلق وفيها أنت تعطي الأمان للآخرين لنفسك وللآخرين وللطبيعة ولكل شيء من حولك ثم بعد ذلك تتحول إلى التحقق بهذا الاسم فتكون أنت مصدر إلى أمان الآخرين وتتحول إلى وعي الأمان أو وعي السلام وهذا يكون بعد العمل والجد والمواظبة على أداء هذه الأمور التي ذكرناها فيما يختص بإسم الله المؤمن وهنا يمكنك أيضاً أن تطرح دائماً في صباح مثلاً كل يوم تطرحنا نفسك هذا السؤال في البداية مثلاً تسأل هذا السؤال كيف يمكنني أن أكون أكثر أماناً اليوم؟ هذا عندما تبدأ يومك أبدأ بهذا السؤال كيف يمكنني أن أكون أكثر أماناً اليوم؟ وتترك السؤال وعندما تترقى ويزدى شعورك بالأمان وتفكر أن تكون مصدراً لأمان الآخرين أطرح على نفسك هذا السؤال كيف يمكنني أن أكون مصدراً لأمان الآخرين؟ هذا تطلقه سؤال عندما تبدأ يومك تطرح هذه الأسئلة على نفسك أو على أقلك اللواعي من أجل أن يبدأ يومك بالأمان لك أو أن تكون أنت مصدر لأمان الآخرين ومن أجل توجيه ذبذباتك إلى ذبذبات الأمان في الكون وكما ذكرنا هنا أنت دائماً تنظر إلى الله المؤمن وتأخذ بهذه الأسباب ولا تنظر إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر